بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس أهمية التوبة والاستغفار وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أيها الأبطال دعونا نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام هو معرفة أهمية التوبة والاستغفار أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة أهمية التوبة والاستغفار وفضلها ثانيا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة فوائد التوبة والاستغفار وبعد أن تعرفنا على الأهداف أيها الأبطال دعونا الآن ننتقل إلى درسنا وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة إحدى وثلاثين وهنا يا أبطال نريد أن نستمع سويا إلى هذا الحديث عن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة إذن نعيد يا أبطال الحديث يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة إذن يا أبطال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى التوبة إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وهذا دليل يا أبطال على أننا ينبغي علينا أن نتوب وأن نستغفر إلى الله دائما أن نتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى دائما الآن يا أبطال دعونا نتعرف على معاني الكلمات قول النبي صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله معناه ارجعوا عن المعاصي وأقلعوا عنها توبوا إلى الله يعني ارجعوا عن المعاصي وأقلعوا عنها نبتعد عن المعاصي نبتعد عن المعاصي نقلع عن المعاصي هذا هو معنى التوبة إلى الله التوبة إلى الله أننا نبتعد عن المعاصي والسيئات ولا نعود إليها مرة أخرى أحسنتم يا أبطال والآن يا أبطال سنأخذ فوائد الحديث سنأخذ فوائد الحديث من فوائد الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يقول هذا في اليوم مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه لماذا؟ استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى يعني لأن الله هو الذي أمره بذلك كما قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كما في صورة النصر إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة والاستغفار استجابة لأمر الله حينما قال الله له في صورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أيضا يا أبطال من الفوائد نقول حاجتك أيها الإنسان للتوبة والاستغفار كحاجتك للطعام والشراب والهواء نحن يا أبطال نحتاج إلى الطعام أليس كذلك نحتاج إلى الشراب أليس كذلك نحتاج إلى الهواء فكل إنسان يحتاج للطعام يحتاج للشراب يحتاج للهواء فكذلك أنت أيها الإنسان تحتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار دائما لماذا تحتاج إلى التوبة والاستغفار لأن الذنب والمعصية لا يسلم منه أحد كلنا نخطئ وكلنا نرتكب المعاصي لذلك يجب علينا أن نتوب إلى الله دائما حتى يتوب الله علينا كما لا يسلم أحد من التقصير في طاعة الله وشكر نعمته عز وجل إذن نقول يا أبطال أنه يجب علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لأن الله عز وجل غفور رحيم أحسنتم يا أبطال إذن ماذا استفدنا من هذا الحديث يا أبطال استفدنا من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة والاستغفار فكان يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يكرر ويردد هذه العبارة أستغفر الله وأتوب إليه لماذا؟ لأن الله أمره بذلك لأن الله أمره بذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أيضا يا أبطال استفدنا من الحديث أننا نحتاج دائما إلى التوبة نحتاج دائما إلى التوبة لأننا نقع في الذنب والمعصية كيف نكفر هذا الذنب والمعصية؟ بالتوبة والاستغفار بالتوبة والاستغفار إذن ماذا عرفنا يا أبطال في هذا الدرس؟ عرفنا أنه ينبغي ويجب علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار فنقول دائما أستغفر الله وأتوب إليه نردد هذه الكلمة أو هذه العبارة دائما أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم وشكرا لكم على هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم أبنائي وبناتي وشكرا لكم إخواني وأخواتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة